العالمية لنا زهر الدين المستقيلة من قناة الجزيرة تؤكد أن إحجام القناة الجزيرة عن تغطية مجزرة جسر الشغور يشكل دليلا على أنها تتعمد عدم نقل الحقائق على الأرض ورؤية القسم الآخر من الصورة مشيرة إلى أن هذه القناة فقدت مصداقيتها ومهنيتها كونها تلعب دورا تحريضيا في وقت يسيل فيه الدم العربي وذكرت زهر الدين في تصريحات لصحيفة السفير اللبنانية نشرت اليوم أن الجزيرة خسرت جمهورا واسعا جدا وانكسرت هيبتها وأثبتت أنها قناة الرأي الواحد موضحة أنه كان من المستحيل أن تعتمد الجزيرة على اليوتيوب وأنها كانت تمتنع عن بث أي خبر أو صورة قبل التأكد منها عبر مصادر مختلفة في حين أصبحت اليوم تعتمد على الانترنت كليا بذريعة أن ليس لديها مصدر أخرى كما اعتبرت الإعلامية زهر الدين أن الجزيرة خلعت ثوبها في تغطيتها للأحداث العربية وتحولت إلى رأس حرب لما يجري في المنطقة مشيرة إلى أن سياسة المحاور هي المعيار الأساسي في التغطيات الإعلامية التي لم تعد مجرد تمرير رسائل سياسية وإنما خوض حروب من خلال الشاشات ترجمة نانسي قنقر